اهلا بحضرتكم متابعين الكرام في حلقة جديدة برنامج الحقيقة سنلقى فيها الضوء على هذا الاجتماع الخطير الذي عقد في احد الانفاق اسفل مسجد الاقصى المبارك من قبل بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية واعضاء حكمته بن يمين نتنياهو يقول بانه اجرى هذا الاجتماع في هذا المكان بالتحديد ردا على تصريحات رئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والتي ذكر فيها بان المسجد الاقصى ملك للمسلمين فقط هذا الاجتماع الخطير يأتي ايضا بعد مسيرة الاعلام تلك التي تابعناها والتي حدثت في مدينة القدس المحتلة من قبل الصهاينة ورأينا ايضا اقتحامات في الايام الاخيرة من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي سنتحدث عن هذا الامر مع الدكتور مروح نصار الباحث المقدسي وايضا القيادي وعضو بهيئة علماء فلسطين اهلا بحضرتك فضيلة الدكتور حياكم الله بارك الله فيكم في هذه الكنالة المباركة حيا الله اخواني في كدس الربات وغزة العز وكدسة وطفة العياش وكل مكان يسمعونه في فلسطين الحبيبة واحرار العالم حيا الله الجميع بداية كيف تابعتم فضيلة الدكتور هذا الاجتماع الخطير الذي عقد من قبل نتنياهو وعضاء حكومته اسفل مسجد الاقصى المبارك في احد الانفاق اخي بسم الله والصلاة والسلام هذا ليس بغريب الغريب هو ان نتصور غير ذلك هذه الحكومة منذ ان انشأت بداية من هرتزل الى الان والذي قال هرتزل 1897 ان بقيته حتى ادخل اورشاليم لن ابكي اي اثر غير يهودي يعني سيحطم كل حاجة لكن هذه الحكومات المتعاقبة الصهيونية هي تتدرج ككلة الثلج يعني الذي كان حرام قبل سنتين اصبح حلال والذي كان ممنوع كما هاي الاحزاب الان لتحكم الحكومة الصهيونية 1990 وما قبلها كانت ممنوعة اصلا ومئير كهانة التي هو مؤسس لهذه الاحزاب الدينية طرد من البرلمان الصهيوني وذهب الى امريكا واغتيل من كبا النصير المصر المعروف الكصة هؤلاء كانوا تلاميذ له لا كان ممنوع يدخل البرلمان لانهم كانوا يصرحوا في التسعينات بما يريدونه الاه لكن ما كان ممنوع في 1890 الان اصبح مسموح الاه قضية عقد الاجتماع حقيقة ناخد منه عدة رسال الرسال يقول ان هذه حكومة ضعيفة انا متأكد ان نتنياهو ليس حبا في الفلسطينيين عقد الاجتماع وهو غير راض عنه لانه ليس وقته الان لكنه طردية للمتطرفين في حكومته سومتريش وبنغفير لانهم هددوه ان لم تمشي كما نريد وتنفذ مطالبنا سنسقط الحكومة لان النتن يملك 34 مقعد من 64 وهم يملكون 30 اي حزب حزب كاخ والحائل احزاب تنسحب من الحكومة يسقط ويذهب للسجن هو لا يريد ان يسجن ولا يريد ان تسقط الحكومة وما حرب غزة التي حصلت في الاخير كذلك الا ضغطا من هؤلاء وترضية لهم لانهم في اخر تصويت الحكومة لم يصوتوا له الان وقالوا له ان لم تنفذ الاغتيالات في الغزة سننسحب انسحابهم بأدي الامرين سقوط الحكومة ودخول انتنياهو السجن اذا هذا ليس هو الان يلعبون فيه كما يشعون يتحصرفون به كما يشعون ولا يستطيع ان يحرك ساكنا حتى في الميزانية في الاخيرة ضغطوا عليه بان تكون ميزانية الاحزاب المتدينة للحردين وغيرها موازية للميزانية الاخرى الان وهذا لاول مرة الان وما كل ما يحصل الان وهي ليست الذي حصل في الاجتماع هو جديد او انه خطير لا هو الجديد به ان لاول مرة تجتمع الحكومة الصهيونية في القسم الشرقي من الكدس الان في داخل مدرسة تنكزية هناك انفاق تحت المجل الاقصى وحضرها الوزراء واجتمعت الحكومة هذا جديد الجديد انه اعلان بان القسم الشرقي من الكدس هي لنا واللي مش عايز بيشرب البحر هذا باختصار اما الامور اخرى كثير من امور تغيرت وهذا من بينها الان لكن كما ذكرتك الان هذه حكومة ضعيفة في الغياب العربي والغياب الاسلامي والنفاق الدولي وسيطرة الاحزاب المتطرفة من اقصى اليمين اقصى لايصال الحكومة فكل ما يحصل امر طبيعي جدا طيب دكتور مروح بن يمين نتنياهو يقول بان هذا الاجتماع يأتي ردا على تصريحات تلك الصادرة مؤخرا من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والذي ادل قائلا بان المسجد الاقصى ملك للمسلمين فقط نتنياهو يقول بانه اراد ان يرد بهذه الطريقة على ابو مازن بماذا تعلق؟ هو يكذب اصدر نتنياهو وهذا كذاب هو عبارة عن وسيلة ليبرر ما قام به له لكن هو ابو مازن اول مرة بقول الآن هو غير ابو مازن ابو مازن هو يمثل في مئة تصريح من العالم العربي والاسلام والمتحدة واليونسكو تقول المجد الاقصى وكل ما دار عليه الصور ملك للمسلمين تصريح النيسكو اقوى من تصريح ابو مازن اللي ما لم يرد عليه الآن لكن النتني يحاول ان يبرر كذبه ونفاقه وخوفه من الاحزاب المتطرفة فيعطي تبريرات كاذبة لهذا الموضوع لكن هذا كذب غير صحيح الآن هو كما ذكرت لك الاسباب الغياب العربي والاسلامي الغياب الجامع العربي منظمة المسلامي النفاق الدولي الأمم التحدة على مستوى اتخاذ اللي هي إدانة للصهاين اللي ما حصل في غزة فيتو أمريكي جاهز له فهو يحاول ان يبرر لما يحصل طب نفهم من حضرتك هل بالفعل بسبب تلك التظاهرات التي شاهدناها تحدث داخل الكيان المحتل اعتراضا من الإسرائيليين أو الصهاينة على قانون التعديل القضائي الذي يعني يدافع عنه بقوة بن يمين نتنياهو الآن هو يحاول أن يجر يعني الاحتلال للانشغال بقضية أخرى نعم هي من أسباب من أسباب اللي ما حصل في غزة ويحصل في الكدس الآن هي اللي هي حرف البوصلة عن الحقيقة لأن قضية التغيير حتى أمريكا والدول الغربي كلها استنكرت هذا الموضوع لأن دولة الكيان تدعي أن القضاء منفصل عن التشريع وأن القضاء مشتقل الآن نتنياهو يبدو تعلم من العرب بعد التطبيع يريد أن نجعل كل شيء في جيبة لأن التغيير القرار هو يهدف مننا أمرين الأمر الأول تعيين وزراء لا يجوز لا يجوز في القضاء الصهوية أن يكون وزراء لهذا مدير الشرطة عندما قابل بن غفير قال لي كيف تصبح رئيس وزير أنت لان أنت عليك 52 قضية إجرامية فأنت لا تصلح أن تكون وزيرا القانون الجديد في التعديل يصبح النتن أو الحكومة قابل المحكمة لا بد أن توافق لهذا حزب شاس باروخ الآن طرد قالوا أنت لا يمكن أن تكون وزير لأن المحكمة رفضتها الآن سمترش كذلك فأبو نتن يريد أمرين الأمر الأول أن يعزي للوزراء ليس من قبل المحكمة أو نصف نصف يعني يقول الأغلبية أن الحكومة تعين ما تريد حتى يكون له اليد الطولة في الأمر والأمر الآخر هو يريد أن نصد القرار أن المحمي السياسي لا يجوز أن يسجن يعني يريد أن يحمي نفسه حتى إذا خرج من الحكومة سقط الحكومة لا يدخل السجن فهو كلها الذي عمل الآن والمشاكل وهذا دليل على أن سخف حتى الشعب اليهودي وهو كيف أنت الآن تقلب النظام وتغير النظام الحكومي وتعمل المشاكل في الدولة وتقسم الشعب لكسمين في سبيل مصلحة ذاتية لا يريد أن يدخل السجن ويريد أن يعين كما يشاء لان لأنه الآن معظم الوزراء اللي عينهم الآن المحكمة لا ترفض تعيينهم وزراء في الحكومة منهم سيمترش وبنغفير وغيره الآن من الوزراء الآن يقول هؤلاء لا يجوز يكونوا وزراء في الدولة الآن فكما ذكرت لابده هو نتيجة التطبيع العربي نصحوا أن لا بد أن تكون يدك قوي وتسلط على الحكومة مثلنا نتعلم نتعلمه دروس أنه يسيطر على الدولة كما هم العرب الآن طب ما سرى هذه الإجراءات التصعيدية يعني هذا الاجتماع الذي استفز قطعا يعني أبناء الشعوب العالم الإسلامي يحدث بعد مسيرة الأعلام فكيف ترى هذا الأمر أولا مسيرة الأعلام هي أخي من هذه الكاذبات الصهيونية والدليل أنهم يكذبون نعم أو السببين أنا أذكر لك أن مسيرة الأعلام تنسف العقيدة الصهيونية وتنسف كلك أولا مسيرة الأعلام بدت بعد الثمانة وستين بعد دخول كدس في سنة وكانت عبارة عن احتفال يعني كي عشر شباب عشر شاب خمسين شاب يحتفلوا بأن نحن دخلنا في القسم الشرقي استمر هذا الوضع للأربعة وسبعين وليس لها ذكر في الإعلام الصهيوني ولا في العالم يعرف عن هذا الشيء عبارة عن شباب يحتفلوا أنه والله دخلنا في القسم الشرقي من الكدس الآن ونرفع لها بعد الأربعة وسبعين لما تولاها الأب الروحي لهم الكوك أصبحت تأخذ منحنة جديد أصبح هذا العيد على عيد إن عيد التوحيد عيد توحيد أورشاليم عيد كذا الآخر ثم إلى الثمانين ثم تبنى هنتل ثم بعد ذلك استغلوا هذا العيد لكي يسيطروا على بيت المقدس الآن يخرجوا بالأعلام يلفوا فيها من القسم الشرقي من الكدس الآن والأحياء العربية وباب العمود هو الهدف من ذلك أن ننانا السيادة هذه واحدة الأمر الثاني أنا ذكرت وذكر كذلك أكثر دولة أخي في العام ترفع علامة دولة الصهيونية وهذا طبعا مرض نفسي لماذا؟ الآن كما ورد في الحديث إذا رأيت من يكثر في الحل فالعلم أنه كذاب أنا من محلفك والله ما عملت والله ما سويت والله ما سويت هم يرفعوا العلام دلالهم يعرفون أنهم يسرقوا الأرض وهذه الأرض ليست لهم فهم يرفعوا العلامة يعني إنها ذنا ونحن لنا السيادة ونحن لنا كذا وهي بنطوف في الكدس هذا الدليل على ضعف نفسي كما عملوا كنيسة الخراب مقابل كبة الصخرة لأن أي زائر أجنبي لا يدخلوا يقول هذا معلم إسلامي هاي كبة الصخرة فأرادوا أن يابنوا معلما يشابهوها في الكسم الشرقي من الكدس وهو كنيسة الخراب وأعلى منها حتى 37 متر الآن لكنه ما زالت الصخرة هي في عيونهم الآن الأمر الآخر أخي الآن هل يستطيع المسلمون أن يغير عيد الأضحى وعيد الفطر من مكانه؟ لا طبعا مستحيل أنت بتقول عيد مكدس كيف تغيره؟ الأصل كان أن يكون مسيرة العلامة معيدهم يوم الجمعة وليس يوم الخميس لماذا غيروه؟ خوفا من المسلمين إذن هذا ليس عيد إذن هذا تغيير العيد من يوم الجمعة إلى يوم الخميس دليل على ضعفهم ويوم الجمعة بيكون تجمع كبير المسلمين وخافوا أن يفشل هذا العيد الآن فقدموه يوما وكيف إذا بتكون عيد هذا عيد عندكم رغم أن يتنقله هو لا له هو ليس ثابت هو الأصل هم دخلوا الكدس في 5-6-1960 وليس في 18-19-5 لكن اليهود كل ثلاث سنوات بضيفوا شهر للسنة حتى توافق السنة العبرية مع السنة الكامرية مع السنة الميلادية فبتغير التواريخ تتنقل ومثل هذه العياد الآن صالهم ثلاث سنوات تتوافق عيادهم بعد 15 رمضان العام القادم تتغير حيضيفوا شهر جديد فتتغير السنة العبرية إذن كيف تغير عيد رسمي لكم تقولوا هذا عيد مكدس عندنا تنكلوه من الجمعة للخميس إذن هذا كذب كيف تغير عيدنا هل يستطيع كما ذكرت لك الآن من الذي يقوم بالتغيير يعني من يعطي قرار التغيير هذه دولة أمنية أخيال السياسي يكرر والحاخام يشر والأدوات تنف الدولة بلا دين وأخذوا الدين سطار الدين يخدم السياسة عندهم ليس عندهم دين عيد الغفران اللي يعتبر أقدس دين عندهم يشرب الخمر ويمارس الزنا ويمارس كل العادات القبيحة بالصور ويكلون لحم الخنزير ويرقصون أي دين هذا الآن وأي دين الآن ولهذا تجد العياد كلها عياد مكذوبة هذه الدولة قامت من البداية إلى نهاية على التزوير والكذب الآن وهذا الدليل على ذلك ما حصل في الفترة الأخيرة مع أنه الحمد لله فشل كان يتوقع أشياء كثيرة جدا لم تحصل في هذا العيد الآن كان يتوقع أن يدخل خمس آلاف من باب الأصباط وهذا شيء جديد لأن داما يقتح من باب المغاربة ولم يقتح من باب الأصباط لأنهم يبدوا أنه هددتهم غزة إن تجاوزتم سيكون سيف جديد له فقاموا على استحياء لفوا في منطقة باب العمود وبعض الأحياء في الكدس الشرقية ثم ذهبوا إلى باب العمود عند حاط البوراك ورقصوا هناك وعمل احتفالات لا شك أنه شيء جديد وعدد كبيره واكتحم الأقصى صباح الخميس ألف ومتين عدد كبير جدا لهذا الدرجة لكنه دخل من باب المغاربة ولم يدخل من باب الأصباط وكل باب له شيها لأن باب المغاربة سرق ومفتاحه من السبعة وستين وحتى أبين لك كذبهم وديعهم اليوم اليوم الجندي الذي سرق مفتاح باب المغاربة اليوم رجعه اليوم ذهب للأوقاف قال لهم أنا سرقت المفتاح لما اقتحمنا المجل الأقصى في سبعة ستة ألف وتسعمائل سبعة ستين وأنا أعتبر حرامي نفسي حرامي سارك وكنت أشعر أن في ثقل على نفسي وأنا أحمله فأنا أرض الأمانة لأهلها وأدعو اليهود أن يرجعوا لبلادهم لأن نحن كما سرقنا المفتاح سرقنا فلسطين وشهد شاهدهم من أهلها ما الذي يجعل هذا الرجل يتغير موقفه بهذا الشكل فقط؟ أحياني حتى لو كان بلا دين وكذا قد يكون يعني فيه أحيان الرحمة أو الهاجس الدين يعني هو يقول كنت أشعر بالثقل سبحان الله تصور أنت لما تكون تسرك شيء ليس لك كلام سارك مع أحيان حرامي يتوب يعني يشعر لماذا أنا أقتل لماذا أنا أسرك لماذا أنا أغتابك لماذا أتكلم خطأ أحيانا يعني الإنسان يبقى ضافع الشر وضافع الخير هذا الرجل بعد خمسة وسبعين سنة جاء لي أعترف بعد الفترة هذه كلها من سبعة وستين إلى الآن ثلاثين يعني ثمانية وخمسين سنة بستة وخمسين كذا جاء يقول هذا مفتاحكم وأنا سرقته وأنا أرد الأمانة لأهلها وأدعو الشعب اليهودي أن يعودوا لبلادهم لأننا نحن سرقنا فلسطين ويجب أن نعيدها لأهلها كما أخذناها من أهلها كما سرقت هذا المفتاح ربينا يهدي هذا الرجل للإسلام هل تعتقد يعني أنه يعيش في حالة من حالات الضنك والتأنيب يعني كانها علامة من العلامات أخي أعطيك رقم الآن خمسة في المئة من الصهاين ينتحروا سنويا لماذا ينتحر؟ إما بشعرنا ظالم هذا الذي يقتل أطفال في الشوارع صحيح أكيد عنده في الأساجس في البيت لماذا قتلت هذا الطفل؟ لماذا طلب مني أقتحم هذا البيت؟ هذا البيت الذي ينسف على أهله وعلى الأطفال والنساء والأطفال هذا الذي نسف هذا البيت قد يحيى ضميره ولو كان يهوديا ولو كان مجرما فطرا يسانيا نعم قد يستيقض ضميره وهو يقول لهذا عندهم نسبة الانتحار كبيرة أحسن شيء ممكن تعمله في داخل هذه الدولة الصهيونية أن تكون محامي أو معالج نفسيا لأنه شعب مريض نفسيا لا طب دكتور مروحي حضرك احتكت بيهم حينما كنت في القدس وفي المدن الفلسطينية المحتلة ما هي الملاحظات التي تأخذها عليهم؟ أول شيء شعب جبان حقيقة يملك السلاح ويرتعش أنا رأيته بنفسي أطفال صغار يرجمونهم بالحجارة كما ترجم إبليس وهو يرتعش هكذا والله ما يستطيع أن يحرك حتى يده على الزنا ويختفي خلفه تراكتور كان يحمل الماء أنا رأيت بعيني مش حد حدثين حدثين وهم يرتجفون هكذا مشاه والأطفال يرجمونهم بالحجارة كما ترجم إبليس اله وهم بأحدث أنواع لأسلحة نعم مسلحين وهذا قاله رب العالمين أخي لها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانهم يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي هذا خزي الدنيا ولهم في الآخرة عذابا عظيم ويكون رب العالمين لتجدنهم أحرص الناس على حياة وكلمة حياة في اللغة جاءت نكرة يعني أي حياة حياة الذل حياة الاستعباد حياة أي كذا بس المهم لا يموت يبقى حيلها وهذا موجود الآن أخي لو كان الشعر شعر في الأسلام التصور أخي الآن يأتون طبعا هو يريدون أمرين الأمر الأول فشرد بهم من خلفهم وبث الرعب في الآخرين لكن لا هذا هذا جبن تصور يكتحموا وخيم جيد مخيم بيوت الآن من صوت الدبابة ونكر بعضها ينهار يأتون 200 سيارة لاعتقال شاب والله عمر 19 سنة ولا 17 سنة أنا قريبي عن السار والإسماع الكامير هذا المردخاي الشي اسم هذا في الإنترنت اللي بتابع ملايين من العرب المنافقين يقول في الإعلام قتلنا أكبر إرهابي في منطقة الشرق والله ما وفز 16 سنة شاب صغير أكل من 16 سنة ذهب لكي يرجم الحجارة كانوا يريدوا أن يعمل مغتصبة وأطلقوا وكتلوه بقول هذا الأفني أدرعي بقول قتلنا أكبر إرهابي في منطقة شرق رام الله شاب طفل صغير هذه دولة دولة الذرة وكلام فاضل أجبن جبناء يبحثون عن حياة ولا خلق ولا دين ولا عندهم شيء بل أحيان كثير يدخل في البيت اللي يفتل يسرقوا البيت الآن بسرقوا البيوت بيعمل أي حاجة ممكن يعمل أي شيء الآن لا يردعهم شيء الآن دولة بلا نظام هم يدعون أنهم عندهم ديمقراطة وكذا هذا كلام غير صحيح أخي الآن لما شاب عندهم جندي يقول لحبيبته أو صديقته أنا أصيد عصافير يمر الشاب يطلق عليه الرصاص ويعمل فيدو وانتشر فيدو له أصبح الشاعر الفلسطيني عبارة عن طيول لك يتعلموا كيف يصيدونها هذه دولة هذه هذه الدولة حضارية وتدع أمريكا والدول الغربية أنه دولة ديمقراطية أي ديمقراطية لا عندهم يقولوا لا يوجد إعدام يكذبون 270 شخص تم قتلهم بعد أسرهم أو ترك ينزف حتى توفي هذا إعدام أنت عندما تمنع المريض في المستشفى أن يأخذ علاج 170 شخص في السجون الصهيونية الآن يعانون من أمراض سرطان وأمراض في القلب وأمراض تحتاج إلى مستشفى لا يعطونهم أدول وحبوب خفيفة الآن أليس هذا إعدام الآن؟ وآخرهم من تم إعدامه فأخذك الصاخ الأهن هذه دوم أمة ماركة أمة لا ترتدع بحدا ومن آمن العقاب ساء الأدب محميه بالقول الأمريكي نعم وبالنفاق الدولي دكتور مراوح لماذا يعتمدون في الفترة الأخيرة على المجندات يعني حتى يتم يظهرهم من خلال السوشيال ميديا بشكل مكسف ونرهم يعني يتعاملون مع الشعب الفلسطيني مصر لإعتماد الكبير على المجندات بهذا الشكل لا هو المجندات هو هناك جيش خاص عندهم الآن هم يستخدموها ترفيه للجنود بداية ترفيه؟ نعم هناك إقرأ يعني هم يقولون الإسلام يضطهد المرأة أخي الآن إقرأ كتاب وجه المرأة في إسرائيل لبنت مشيديان بولديان حقيقة امرأة وكحة لكنها تتكلم الحقيقة تقول عن أمها أن أمي كانت تحب الأحياء المشبوهة يعني أمها كانت وأبي لا كان ما يجتمع بأمي حاولت أجمعهم على كاشة شاي هذا هم يكتبونه بنت مشيديان وتقول أطفال المستعمرات قال هاي أطفال المستعمرات عندما تحمل هذه النساء سفاحا من الجنود يأخذ منها ابنها في نفس الليلة يحرموا من أمه الآن ويربى في معصارات خاصة ويقال له اللي قتل أباك وأمك الفلسطينيين هؤلاء اللي بيستخدمهم كذا لهذا هؤلاء يستفيدوا منهم في أمور عندما يقتلوا ليس له أب وأم تسأل عنه الآن لهذا يقتل عشرة منهم يقول قتل جرح جندي كما يحصل الآن بخفوهم الآن وبعد يسمونهم يقول لك حادث طريق في المحل الفلاني وحادث طرق الآن أخي هاي الدولة بلا أخلاق بلا دين يعني حتى يظلمونها ولا الأطفال أنا أحيل المستامعين إلى كتاب اسمه اليهود قادمون موجود في الانترنت هو عبارة عن كسمين صفات اليهود في القرآن 26 صفة وهذه جميلة جدا لعبد العزيز اسمه أعتقد والجزء الثاني من الملف اسمه وجه المرأة في إسرائيل لبنت موشي ديان بولديان واسمع ماذا تقول تقول عندما نأخذ إجازة لا تجد شاب إلا مع بنت ولا تجد بنت إلا مع شاب ونذهب للأحياء المشبوهة قبل أن نذهب إلى بيوتنا وتحقي قصة صحفي صديق لأبيها ذهبت معها في الكدس وكيف أنها كانت تتحرش به تقول غيرت اسمي اسمها لأنها كانت ضابطة في الجيش حتى أمارس ما أريد بدون أي رقيب وحسيب هاي دولة هذا الآن بنعافين هاي بنت وزير الدفاع إحنا تبتقي عند بنت وزير الدفاع العلاقة الأسرية محطمة امها لا تحكي مع أبيها امها تحب الأحياء المشبوهة البنت هي فاسدة وأبوها أفسد من ذلك هذا وزير الدفاع عندهم الآن أخي هناك الآن اقرأ ما عندهم الآن ما يقولون الآن 50% الآن وزراء فاسدين أكثر من 20% برنامانين دخلوا السجونة وعليهم قضايا إخلاقية أو قضايا كذا في ثمن عصابات من الإجرام أكثر عصابات موجودة في العالم عندهم الآن هذا الجندي اللي أخذ تقاعد كان يقتل أطفال فلسطين أصبح عند القتل كما يقتل أصفور الآن يشكل عصابات إرهابية ويقتل الناس ويسرق ويعمل جراء في البلد هذه الدولة الآن نعم اليوم على السوشيال ميديا يتحدثون عن أنه كان هناك مباراة في نهاية كأس إسرائيل ونزل رئيس أحد الأندية ورئيس اتحاد الكرة الإسرائيلي فوجئوا بأنه بعد نهاية المباراة وأثناء تسليم الميداليات والكأس بهجوم من الجماهير على أرض الملعب المفاجأ هنا بأن الجمهور كان يقوم بسرقة ميداليات اللاعبين الإسرائيليين في وقعة تحدث لأول مرة بأنه جمهور الفريق يقوم بسرقة الميداليات أخي تذكرت حاجة قبل ذلك والآن وقس عليها رئيس الدولة مثلي وعنده زوج متزوجه رئيس الدولة بعيد عندهم الآن هو من المثليين وعند شاب متزوجه إذا كان هكذا إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص لا حلو للقاتل حتى حينما ذهبوا للأولمبياد كانت اليابان تشتكي من أنهم يقومون بسرقة يعني الشوك السكاكين الملاعق المخدات الملايات في الإمارات الآن الفنادق اللي كان يزورونه الآن يعني كان يسرق كل شيء في الفندق الآن هؤلاء أخي هكذا الآن من الفضاع اللي عندي نتصور أخي من الفضاع حي تعتبر رئيس دولة إذا ذهب لزيارة الدولة الخارجية أخذ ملابسه لكي يغسلها في الفنادق ويقويها في الفنادق اللي يزورها الآن ما هذا يعني هذا رئيس دولة برغم أنهم يقولون بأنه إسرائيل يعني هم يقولون دولة ديمقراطية تحترم حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان أخي قبل فترة الآن يهود الفلاشة خلعوا ملابسهم العسكري ورموها في الشارع لأنه عندهم تمييز الآن أعطيني رئيس من أصل أفريقي أعطيني رئيس دولة من أصل عربي كل الرؤساء عندهم إما بريطاني أو من أصل أمريكي أو من أصل غربي أليس هذه عنصرية الآن أكبر منصب ممكن وصل اللي هي يعني ضابط كبير أو كذا من أصل عربي أو من أصل أفريقي العنصرية عندهم الآن وهذه من عوامل نهايتهم الآن الآن أخي هناك سراع ما بين العلمانيين والمتدينين العلمانيين يروا أن تل أبيب هي العاصمة والتي يجب أن تكون والمتدينين اللي يصبح يمثلوا أغلبية في الكدس الآن أكثر من 70% وهذا يمثل خطر عليهم الآن هم يقولون ذلك الآن يقول تحول تدية الأرثوديكسية اليهودية حتى اليهودية انتهت الآن الآن يسيطر على الكدس الآن أكثر من 70% يمكن أكثر من 400 ألف الآن من الحردين بأكسامهم ومن اليهود المتطرفين الآن وهذا يعتبره هذا مش طبيعي أن تسيطر فئة معينة على الدولة وهذا الدليل بنهاية الدولة اليهود الفلاشة مشكلة العرب المجين في الداخل مشكلة الحردين مشكلة الحردين أكسام منهم ديفيد وايز ضدهم الآن اللي هو حركة نطوري كارتا وكذلك اللي هي العلمانيين واللي عندك اليساريين يساريين شركيين ويساريين غربيين شي عجيب الآن حتى قال أحدهم أنا أتعجب لماذا هذه الدولة إلى الآن لم تنهر يقول عجيب في كل المقدمات تكون زائلة لأن عوامل نهايتها موجودة وكما كان رب العالمين بحبل من الله وحبل من الناس حبل الله مقطوع لأننا في كل ركعة من أكل بغضوب عليهم وانتهى ورب العالمين شتتهم في الأرض أمما وغضب عليهم اليوم الكيامة لكن حبل الناس في أمرين الدعم الغربي والخذلان العربي والإسلامي إذا تغير أي أمر من الأمرين ستنتهي الدولة دولة للزوال وهم يعرفون وعقيدة الثمانين تطاردهم في كل يوم كما يكون نتن ونحن في العقد الثامن نعم الآن نعم هم يقول يقول لم تعج دولتنا أكثر من ثمينه دولة الحشم نئيم وهو يخافون وهي ستنتهي إن شاء الله قبل ذلك بإذن الله يا رب إن شاء الله لكنهم يتهكمون يعني يقولون يا شيخ بسام جرار يا شيخ مروح نصار يقول لشيخ يعني تقول بأنه إسرائيل ستزول نحن يعني حتى الآن في حالة من الاستقرار والبقاء لأنهم لا يفهمون التاريخ ولا يفهمون أصلا السنن الكوني والرباني النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر قال ويل للعرب من شر كد اقترب نقبوا يأجوج مأجوج نقبل في الساد وما طلعوا يأجوج مأجوج من 1400 سنة قال حذرنا من الدجال حتى ظننا أنه بين النخل قالوا يا رسول الله إن خرج وأنت فينا قال أنا حجيجه قالوا إن خرج ولاست فينا قال كل من حجيجه نفسي فكروا عليه فواتيح الكهف وفي رواية قواتيح الكهف وما طلعوا الدجال لحد الآن أخي قال بسام جران في بداية 22 لا يعنيني في 22 أنت تتكلم عن دولة قامت بعد حربين عالم ميتين حتى أنشأت خلال لا يمكن في لحظة لكن هو يتكلم عن بداية ونعم حرب أوكرانيا من بداية النهاية خمس انتخابات صهيوني لا يستطيع أن ينتخبوا رئيس لهم بداية النهاية بل أنا أكون من 2017 من 2020 2017 أعتبر بداية نهاية الحكومة الصهيونية المشروع الصهيوني لماذا؟ خمسين سنة وهم ينفقوا ثلاث مليار دولار على هذه الدولة وما قدرواش يثبتوا شهر لما ركبوا البوابات في 14 7 1917 في 21 22 7 1917 فكوا البوابات وحربوا لما تجمع المقدسيون أكثر من 35 ألف مقدسي خافوا من انتفاضه فكوا البوابات وحربوا الآن حتى صحفهم في اليوم الثاني قالوا ما يعرفوا غيرها قالوا هذا المشروع نحن هذا قوم الجبارين نحن هزمنا وعلى أثر ذلك ما قام به اللي هي ترام اللي أنا أجعل لكم عاصمة الكدس أنتم كذا كذا هو فقط لرفع المعنويات الصهيونية المنهارة التي قالوا إحنا دولتنا إلى زوال مش قادرين نثبت نفس مبوابات على باب المجل الأقصى شهر وكما يحصل الآن كانت مسيرة علامة المفروض أن تدخل من باب الأصباط خمسة آلاف صهيوني لم يستطيعوا هل المقدسيين والفلسيين محهم صواريخ والضبابات؟ لا لكنه الرعب منحة الرعب عن مسيرة الشهر وسترى هؤلاء الذين ورأيتهم بعينهم وستروا هؤلاء بدباباتهم الصواريخ من أنهم ارتعشون كالفقران وما حرب غزة الأخيرة ببعيد الناس بصنعوا صواريخ بدائية الآن خمسة مليون صهيوني كانوا خلال ساعات كالجرذان في الخنادق الآن كيف لو استمرت الحرب الشهر الآن؟ كيف؟ هذه دولة دولة تيش الآن؟ وهذه الكبة الحديدية صارت كبة طرابية ولا حديدية ولا كلام فاضي واستخدموا مكلع داود واستخدموا كل التقنية العالمية اللي عندهم الآن ولكنهم لم يحركوا شيء وكان الجبناء لاحظ جبنهم الآن وأقولها ولا يسمعوني وهذه معروفة الآن للعالم كله كانوا يحاول يقصف في الصحراء يقصف في الشمال ويمين وبقول لك هل في قواعد وهانا أنفاك حتى يخشوا أن تتدخل المقاومة بثقلها ومرتعبين حتى فقط يرضوا المستوطين هين مقصف في غزة ولكن قصف في المزارع وفي الحكومة في الخارج ولأول مرة لكنهم اختلوا ثلاثة أيضا من القيادات لكن انظر للقبل المعارك السابقة 2003 تلافقة شهيد كان يحصل حرب تستمر عدة أيام ب30 شهيد الآن كان في قصف واحد كان ينقلوا 30 واحد الآن لكنهم كانوا مرعوبين ويتمنوا تصور من أكبر الأيام الرعب كانت بعد الاغتيالات في يوم واحد الآن تصور حتى صاروا يتحرشوا في غزة يضربوا شمال يعني مش هلنا الله يضربونا بنا نعرف كيف كم تضربونا الآن وهم يخطفونا تحت الأرض هذه دولة لا تحتمي الأخلاق هذه دولة تعودت على الحروب السابقة يكذبون علينا كل حرب الأيام الستة في السبعة وستين وحرب الثماني واربين هي كانت حروب تسليم لفلسطين وليس الحروب الآن لكنهم لما عاشوا الحروب الحقيقية في الكرامة في الأردن في الثماني وستين وفي جنوب لبنان وفي الفين وثمانية وفي الفين واثنائش وفين واربعطعش وفي الفين وخمسطعش وفي الفين وواحد وعشرين وفي ثلاثة وسبعين أعطين انتصار واحد لهم الآن نعم إحنا لنا كنا هزمناهم لكن لكم لم يحققوا أهدافهم كان يقولون في الفين واربعطعش والفين وكذا قادت المقامة سنربطهم نجيبهم عادة الأبيب وينهم الآن بل ذاقوا أمرين ويكذبون يكذبون الآن بدت بعض الصحف الآن تبين الحرائق والذدمين لحصل عندهم الآن كل هذا الآن بعد قليل خلال الشهر القادم كل حواد طرق حصل حادث ماتوا خمسة حصل حادث يوزعوا قتلهم على الحواد طرق لا يعترفون بالحقيقة لا طيب دكتور مروح يعني أيهم أكبر وأكثر هل الهجرات للأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر أم أنه الهجرات من إسرائيل والعودة لبلدانهم أكثر وأكبر أخي هذه الدولة قامت على ثلاث أسس والثلاث أسس ضربت وهذا ندير شؤم عليهم بداية نهايتها كما حصل في الممالك الصليبي الممالك الصليبي كيف انهارت ما في رافض خارجي انتهوا هذه الدولة قامت على ثلاث أسس وأنا أثبت لك أنها ضربت الثلاث أسس الأمن والتوسع والاستيطان أما بالنسبة للاستيطان الآن كان يكون حدودك من نيل الفرات هذا شعارهم والعالم الصهيوني خطين زوروك الآن أين نيل الفرات الآن؟ الآن لما عجزوا صاروا يقول والله إحنا استعمار اقتصادي إحنا مثلا نضرب في العراق نضرب في السوري إحنا كأننا محتلينهم الآن لا أنتم كنتوا كل حدودنا من نيل الفرات الآن بل الآن يحيطوا بنفسهم في جدار 720 كيلو حوطوا نسكة كما تحيط بالصول بالغنم لتحمل الغنم من الذئب الآن بحوطوا في الصول الآن إذن بالنسبة للتوسع الظرب الآن وما في يهودي الآن يجرؤ أن يكون من نيل الفرات ولو قالها يكذب ويعرف أنه لن يتجاوز حدود نهر الأردن لا يقرون أن يقولوا هذين لا يقول ولو قال يكذبوا لأنه يعرف أنه لا يمكن تحقيق هذا الموضوع الآن لا يمكن إذا غزة كارية تعتبر غزة إيش غزة لها؟ غزة أخي كد أي مدينة عربية لها؟ بتحداهم يدخلوا على غزة لها يلا يدخلوا على غزة لها ما يستطيعوا كيف بدك تدخل على الأردن وتدخل على سوريا وتدخل على الراك بعد ما دمروها وخربوها الآن لكنهم مع ذلك أجبا من أن يدخلوا علي دولة عربية إذن قضية تنين للفرات التوسع انتهى الأمر الثاني اللي هي الهجرة من 2007 أخلا من 2007 إلى الآن الهجرة عكسية بل أذكر رقم خطير من الكدس لوحدها الآن من 2007 8450 أكاديم صهيوني غادروا بقى الكدس الآن ومسميين اليهود الكدس المدينة الطاردة يأتي بالمغتصب معزز مكرم وبيت ولا يخدم في الجيش وأولاده في المدارس ممكن جيب عسكر يوصل إبنى للمدرس إذا كان حوالي كرة فلسطينية ومع ذلك يهربون لأنه لا يريد أن يموت يقول لك انتفاط السكاكين وانتفك كده أنا بكرة بكرم عليك سبط عامي في السكين وبش بذهب يهربوا لتل أبيب ولحيفة بكلك إيمان لين الآن انظر الآن يذهب للصفرات صفرات البرتغال وصفراتها المختلفة بعد حداثة الأخيرة سيف الكدس الآن صفارة البرتغال كانت 24 ساعة تستقبل يهود الآن لأنه فيه قرار أي يهود يثبت أنه كان أجداد موجودين في البرتغال يرجع مجانا ومتسابقين يكذبون وتمنحه البرتغالي الجنسي نعم يريدوا أن يعود الآن 70% من الصهاية نمعهم جنسيتين الآن ولهذا وزير الدفاع السابق يقول من كان يحمل جنسية أخرى فليحافظ عليها لأننا كنت نحتاجها قريبا وإكرم ماذا يقول ودير مخابرات ومدير الشين بيت كلام خطير يقول ولعلنا أعمل حلقة كاملة في هذا الموضوع الآن يقول نحن ورثنا إرثا كبيرا عن أجدادنا وما ندري ما نورث أجدادنا بعد الآن يقول نحن الآن يعني بقاؤنا إذا قلت 50% أنا أبالغ في ذلك الآن قد لا نجد الطائرة التي نهرب بلها كما هرب الأمريكان من سايقون هذا أنا مش أنا بحكو بحكو رامي هذا أكبر مؤرخ يهودي الآن ويقول نحن الثمانين وغيرها الآن أخي أخي لأن إذا الأمن الاستيطان ضرب والتوسع ضرب والأمن صحيفة فرنسية عملت استباني سؤالين لليهود هل أنت آمن تصور 94% كانوا خائفين 94% 6% فقط وين الأمن إذن أنا أنا أي واحد ثاني ولهذا أقول وحد مهندس دكتور وأنا أنصحهم وقلت هذا كثيرا وأقوله الآن أنا أنصحكم ولا تستحقوا النصيحة عودوا إلى بلادكم قبل أن لا تجدوا الوسيل التي تهربوا إليها فلسطين صغيرها وغز منعت عنكم التجول خلال ساعات تصول فتحة الجفة من جنوب لبنان ومن الأردن ومن مصر وأين تذهبون ستأكلكم الطيور في جحوركم الآن فعودوا إلى بلادكم قبل أن لا تجدوا الفرصة أن تعودوا إليها الآن وأنا أنصحكم مع أنكم لا تستحقوا النصيحة من كان عنده عقل الآن أيها المهندس أيها الطبيب الأمريكي البريطاني الروسي ارجع لبلدك الآن قد تجد فرصة الآن لأنك أنتم قتلتم أطفالنا وقتلتم نساءنا ودمرتم بيوتنا والله لن نرحمكم وستدفع الثمن غاليا حتى سنخرجكم من جحوركم التي ستقتبئون بها وإنتوا أحرار أنا أنصحكم فأخي الأمن والتوسع والاستيطان ضرب إذن العوام الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الدولة ضربت ما في أمن إذا أنا مش أنا بقول صحيح فرنسي تقول وسؤال آخر سألوه هل أنت تستكر لو ترك لك الخيار تهاجر 75% قالوا سنغادر 25% لماذا لم يقول نعم لأنه بتلكي عامل ليس عنده شهادة وليس عنده عمل فمن أصل عربي ولا من اليمن ولا من الأردل ولا من الدولة العربية لأنه وكل أكوين أذهب لأنه ما لي مكان أذهب لأنه لكن كمهندس وكطبيب وكإنسان أكاديمي أنا أتوقع في الفترة القادمة ستكون هجرة عكسية كبيرة لأنه وما خوفهم الحرب الأخيرة في غزة والاتصل في مصر واتصل في أمريكا والعالم كله يجري لوقف اطلاق النار إلا خوفا من ذلك استمرارية المعركة سيهرب معظم المجتمع الصهيوني لأن هؤلاء كذابين هؤلاء تجدنهم أحرص الناس على حياة يبحثوا عن حياة بأي طريقة كانت لها بل يقولها لهذا لماذا بكت العجوز الصهيوني في العراق عندما أعلنوا قيام دولتهم كما يقول الراشد في كتابه يقول دخلت أمي على عجوز صهيوني بعد إعلان الدولة في ليلة 15-5-1948 تبكي قالت لماذا تبكي المصر تفرحي قالت نحن نجمع لنقتل لنموت نحن أصلا المفرض أن نكون موزعين وكثير من العلماء اليهود يقولون ديفيد وايز يقولوا نحن بقاءنا مشتتين أفضل لنا والتاريخ خير الشهد كانوا معززين في اليمن وفي العراق وعند العرب وعند المسلمين لا يشعروا بأي تمييز لكن العصابات الصهيوني تريد أن تنشي هذا الكيان حتى لا تقوم خلافة راشدان المسلمين فتحالفت اليهودية المغتصبة مع الصهيونية العالمية مع النصارى الكاثولوكية فقاموا بعمل هذا الكيان وهو ليس الهدف منه كما يدعون دولة دينية كذبين ليس لهم دين أصلا وكل ما يكونهم من أنيل الفرات حدك إسرائيل ولفران كل كذب كما يقول ديفيد وايز هذه الديباجات التي يستخدمونها كلها مكذوبة وليست حقيقية نحن ممنوع قيام دول لنا منذ أن شتتنا في التير هم يقولون مش أنا الآن أقول هم يقولون وهذه الدولة أقول دائما هي دولة أخي الآن السياسي يكرر الحخام يشرع الأدوات تنفذ لو لبلادين نعم طيب دكتور مروح ما هي الأخطار التي تأتي من الأنفاق تلك التي تتواجد أسهل المسجد الأقصى المبارك وهذه الحفريات أخي الآن تحت المجد الأقصى 63 نفاق و 102 معبد حول الأقصى هذه الأنفاق منذ بعد 67 نحن ذكرنا هذه الدولة يوميا يعلنوا وليس سرا عندهم شعاراتهم لا معنى لإسرائيل بدون الكدس ولا معنى الكدس بدون الهيكل هم في النهاية نظرهم أن يبنوا الهيكل وهذا اتورطوا حقيقة أنا متأكد تماما لو رجعوا للماضي اللي يسرحوا بهذا التصريح قالوا لا بدنا هيكل ولا بدنا كذا بس بدنا نعيس لها لأن ربطوا نفسهم في هيكل مستحيل مستحيل أن يبنوا هل يجروا صهوين يهدم كبة الصخرة الآن مستحيل وقد يفعلوها تفجيرات ومسك بعضهم طائرة في الجو بدأ يكسفها من الجو وتفجرت لكنهم لن يستطيعوا إذن ربطوا عقدهم بهذا الموضوع وبعد 67 سيطروا على هدموا استولعوا حاطة الكرط مدرسة تنكزية هدموا مثلا حاطة المغاربة هجروا 365 شخص منها 135 بيت الآن وضعوا مخطط السيطرة على بطن الأرض والسيطرة فوق الأرض والآخر هي الآن وصلوا 2012 للمرحلة السادسة وهي اللي هي إعلان المجل الأقصى اللي هي معلم صهيون لكنهم عجزوا عن ذلك عملوا مخطط 2020 لكنهم فشلوا في ذلك والآن في نحن في 2022 هاي الأنفاق التي تحت الأقصى لا شك تمثل خطر الآن فلسطين أرض رخوة تعتبر وحصل في القرن الماضي الزلزالين ممكن لو حصل زلزال وحصل زلزال في الفترة الماضية لكنه كان خفيف لو حصل زلزال بدرجة 6 أو 7 ممكن المجل الأقصى ينزل لأنه تحت الآن شبكة من أنفاق وصلت تقريبا 50 متر داخل اللي هي الصور داخل المجل الأقصى بل هناك خارج الصور كلها مباني وقفية للأوقاف كثير من الناس بكيجلس في بيته فجأة تنهار الأرضية لأنهم قاعدين يحفروا تحتها الآن وهناك مدارس وجامعات وكليات كلها تحت المجل الأقصى كلك 63 نفاق مدارس وجامعات كلها تحت المجل الأقصى نعم كلها أنفاق ضخمة جدا يأتوا بكراسي وفيها صور وفيها كذا وعندي كل هذا الموجود في صور نعم الآن أنفاق كلها تحت المجل الأقصى الهدف منها اللي هي أنشأ اللي هي رواية كاذبة إن هذا كذا ويأتي الأمريكو ولا البريطاني ولا الساحل كذا اللي هدموها الآن ويقول هذا بقايا الهيكل الآن ويكذبون الآن لا شك تمثل خطر نعم تمثل خطر الآن لكن الدولة الآن أخي الآن وصلت إلى أوج إجرامي لا أتصور أنه بعد هذا الذي يحصل الآن سيحصل شيء آخر ما يبقى إلا يدخل المجل الأقصى ويهدم المجل الأقصى فقط الآن اللي هي عندك اجتماعات تحت مجل الأقصى بيحاول الدخول من باب الأصباط الآن اللي عندك مسيرة العلام بطوفل كذا هدم البيوت سلوان 12 حي الآن بيهدب 6 أحياء بالهدم الآن في كل مناطق الآن يعني اجتماعات الآن القرية التي أعيش منها الآن وأحيي قرية البطلة قرية المغيّة الصامدة البطلة من هذا اللي كان مباركة لليوم الثالث عشر محاصرة محاصرة على الأبواب ممنوع تطلع من القرية الآن عقوبة للقرية لأنه محتجوا على المغتصبات اللي تحيط في القرية الآن لليوم الثالث عشر قرية صغيرة الآن آمنة تحاط بجميع الأبواب مغلق عليها من جميع الأبواب الآن ماذا أنبوها الآن المريض والذي يذهب للجامعة يمشون بالأقدام الآن حتى يجتازوا الحواجز حتى يذهب لجامعته أو يذهب لمستشفال بأي ذنب الآن هذه دولة الديمقراطية والعدال الآن تحاصر قرية لأنه في طفل رمى حجر على سيارة أو طالب بحق يخرجه من بلادنا الآن ماذا أنبوهم الآن طيب مصلى باب الرحمة وما الخطر الذي يحيط بهذا الباب مصلى باب الرحمة أخي هذا كلمة السر لبناء الهيكل وليسمعني إخواني في الكدس وفي العالم العربي والإسلامي مصلى باب الرحمة إن سيطروا عليه وهم الآن يسيطروا عليه الآن أغلقوا من الداخل هناك في قاعة اسمه قاعة أبو حامد الغزالي وهي القاعة من الداخل أمن الخارج فهو مكفل الباب باب الرحمة مكفل فالآن هذه إن سيطروا عليه الآن سيسيطر على مكبرة الرحمة اللي شرق الصور وهي 23 دنم وفيها وقبر سلامة بن قيصر وفيروس ديلمي وشداد بن أوس كبر الصحابة لم تسلم من شرهم ها ولأن جاء سلامة بعدها المنطقة الشمالية الشرقية وهي منطقة كلها أشجار زيتون ليس فيها معالم سيسيطر عليها الآن بعد ذلك لم يبقى إلا أن يهدموا كبة الصخرة ويبنوا الهيكل فوق كبة الصخرة الآن لأن أقرب منطقة من المنطقة الشرقية الصور الشرقية لكبة الصخرة هي المنطقة الرخوة الضعيفة الآن لما عجزوا من الغرب الآن أخذ الساحات الآن انتكوا للمنطقة الشرقية وهي المنطقة الزاوية الشمالية الشرقية منطقة باب الرحمة وحولها ولهذا أنا قلت وأقول لإخواني يا إخواني كما حررت مصلى الرحمة في 2019 أغلق من 2003 إلى 2019 ثم حررتوه بالكوة فلابد أن يحرر بالكوة لأن إذا تركتهم هؤلاء كالسرطان سيسيطر على المنطقة الشمالية الشرقية من المجد الأقصى وما تتخيلوا بعد أيام يطلع معبد يهود الآن هناك الآن كمؤكد لبلاء المعبد الآن كيف نسيطر الأمر بسيط وهذا ليس بسر الآن في صلاة الجمعة وأذكركم بـ 1200-1929 عندما خطيب الأقصى دعا لكي يحرروا اللي هي باب المغاربة ومنطقة حاط البوراك وهجموا على الصهاي الكلمة الجين وكتلوا أكثر منه وخمسين واحد وحصلت اللي هي اتفاقية بعد ذلك لجنة شوء الأخرين تستطيع يوم الجمعة أن تقيموا الصلاة في باب الرحمة بلاش على منبر داخل مجد الجامع أكثر من 30 أحيان 200-200 ألف لن يستطيع الصلاة ولم يجرؤوا أن يقتربوا منكم الآن أما لما تصلوا الفجر وتخرجوا والآن يبقى في المجد الأقصى 200-300 برموا شوية غازبك تحمل أقصى كما يريدون الآن فنحن استطيعهم الأقصى بالتواجد تواجدنا نحمل أقصى وجودنا نحمل أقصى وأقول للعائلات المقدسية الذي تناوبوا على حماية المجد الرحمة وحموه بتواجدهم عالة نسيبة عالة الخالدي عالة فلان تقسموا بالعائلات وكل عائلة تناوب يوم في مجد الرحمة لماذا لا تعملوا اعتكاف فيه أليس المساجد تشد لها الرحال رضي الله عن هذه العائلات نعم واليهود لا يريدون أن يصطدموا بالعائلات لأن المقدسية هي عائلات وهذه العائلات لها مكان الآن وكلها عائلات الآن وحموا مصلى الرحمة في 2019 لما طردوا صاين وكسروا الأقفال وصاروا صلوا فيه الآن حموه بذلك الآن لكن الآن قبل فترة مشاهدت الفتاة التركية فقط لأنها كانت جالسة بجوار مصلى الرحمة تقرأ القرآن اعتقلوها وهي تصرخ وأناشد من خناتهم الحكومة التركية أن فتياتكم وفتياتنا ونساءنا تصرخ وتستنجد في أن ألا فحرروني كما صرخت المرأة في عمورية وكما صرخت الشاب بالسوري عندما أسر في الأقصى الدمشقي وقال يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تسعى إلى البيت المقدس كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس فسمع منه صلاح الدين وجهز الجيوش واستطعني حر بيت المقدس وأنا أنادي من مقاناتكم المباركة الشعوب العربية والإسلامية وكل الخيرين أن يلبوا صرخات نسائنا وأطفالنا وبناتنا في المجل الأقصى رائع جدا طيب فضلت الدكتور ما هي الكلمات التي تود أن توجيها لشعوب الأمة الإسلامية في اللحظات أراهنة خاصة وأننا استمعنا يعني وعرفنا البيانات المنددة من قبل وزارات خارجية عربية بهذه التصارفات الإسرائيلية أخي لا بيانات ما نريد بيانات هذه الدولة لا ترتدع بالبيانات ولو العرب صاحوا مرة واحدة بصوت واحدة 2 مليار مسلم لن يؤثروا بهذه الدولة لكن قطع العلاقات طرد السفراء حركة معينة من المسلمين مظاهرات في الدول العربية والإسلامية ستوقف هؤلاء عند حدهم لا بد من تصرف عملي من العلماء ومن التجار ومن الإعلاميين ومن الحكام ومن الأنظفة من الجامعة العربية منظمة الإسلامية المؤتمرات العلمائية لا بد أن يتحركوا حتى هذه الدولة العالم لن يكمل ذلك الآن الدول الغربي بدأت تتكزز لكن يريد التحريك الآن العالم لا يتحرك ولهذا لماذا فكوا البوابات في 2017 من أسبابها 2 مليون خرجوا في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي اسطنبول وفي تركيا ومعظم الدول العربية والإسلامية التي يسمح لها بأن يتكلم فيها شعوبها الآن فهؤلاء قالوا قولتهم مشهورة قالوا أنت نتن فطرها قالوا أنت حولت القضية الفلسطين من قضية منظمة التحرير إلى قضية مسلمين وهم لا يريدون ذلك الآن هم يريدون أن يكون أن تبقى المجد الأقصى للفلسطينيين لأن يفردوا بهم الآن لا المجد الأقصى لكل مسلم ينطق بالشهادتين ومن الجريمة التي وقع فيها العرب في 1974 في مؤتمر الرباط عندما قالوا قضية فلسطين قضية الشعب الفلسطيني لا ليست قضية الشعب الفلسطيني المجد الأقصى لكل مسلم ينطق بالشهادتين هذا تكزيم للمجد الأقصى وليس الفلسطينيين حتى ما سواء عنهم إذا قسر الفلسطين أين أنت أيها الماليزي وأيها السعودي وأيها المغربي 10% من سكان فلسطين من المغاربة اليهود المغاربة أين أنتم يا دولة المغرب حاط البرائك والمغاربة حاط المغاربة لكم تراثكم هذا الذي كنتم لا تذهبوا لمكة حتى تأمروا مجل المقدس بما يسبتك ديس الحياة أين أنتم الآن أين منظمة المؤتمر الإسلامي أين الجامعة العربية اللي عقدت المؤتمر قبل أيام لا أسمع لها صوتا نهائيا ألا يستحك المجل الأقصى أن يعقدوا ويحتجوا ويطردوا السفراء يهددوهم على قليل أما قضيت نجي وبنستنكر هذه ماتت من زمان كنا نسمع في الخرطوم لا للاعتراف لا كنا صارت نعم 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 وصار صديق حميم لهم لا إله إلا الله طيب دكتور مروح حضرتك قبل عدة أيام كنت في أندونيسيا لو تقول لنا بعض من الأخبار المفرحة عن موقف الشعب الأندونيسي بحق المسجد الأقصى المبارك لا شك أخي إندونيسيا والماليزيا وتركيا والسعودية والعرب كلهم الآن كشعوب حقيقة ممتاز وكلهم يحبون قضية الفلسطين في حد نكره المجل الأقصى لكن أخي الآن أذكر حقيقة كان المفروض أن نعقد المنديال بعد أربع سنوات في إندونيسيا لكن كان هناك وفد صهيوني لابد أن نزول إندونيسيا قالوا لا لا نريد المنديال وطردوا وهذا موقف ونحي إندونيسيا لموقفها البطل الشجاع واخيرا أحييي أخواني الصامدين في الأقصى وفلسطين وفي كل مكان حياكم الله من هالك المباركة وقريبا سنصلي في الأقصى محرم بن الله ويكون متاهو كل عسى أن يكون قريبة معا بإذن الله بارك الله فيكم وجذاكم الله خير دكتور مروح نصار لدعاية الإسلامي والبحث المقدسي على كل تلك الإضاحات بارك الله فيكم حفظكم رب ورعاكم واجعل جنة مكوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أشكركم أيضا متابعينا الكرام دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء